موسيقى سوف نتعرف الآن على الفناديوم 23 عدده الدري لكتابة التوزيع الإلكتروني يصبح توزيعه أرجون 18 4S2 3D3 لتحديد الدورة أولا تقع في الدورة الرابعة الرقم المستوى في المدار الأخير ورقمه أربع ورقم المجموعة لتحديد رقم المجموعة نلاحظ عدد الإلكترونيات المدار الأخير 5 ولكن يضاف B لماذا B؟ لأنه امتهى بD الآن عنده كتابة هوند قاعدة هوند للإلكترونيات الموجودة في المدار الأخير الـ S تحتوي على إلكترونيين واحد للآلة والثاني للأسفل دوران مع أقار بالساعة والثاني عكس أقار بالساعة والـ D تحتوي على ثلاث إلكترونيات دورانها مع أقار بالساعة نلاحظ أن الـ D جميع إلكترونياتها مفردة إذن تفقد إلكترونيات S أولا ثم D فيصبح خمس حالات تأكسد V موجب واحد V موجب اثنين V موجب ثلاث V موجب أربع وV موجب خمسة إذن هو يفقد خمس إلكترونيات فأصبح عنده خمس حالات تأكسد ولكل حالة تأكسد لون خاص بها الآن عند كتابة التوزيع الإلكتروني يكتب للـ V plus 1 أرجون 18 4 S1 3 D3 إذن هو فقد إلكترون واحد من S إذن يفقد من S أولا ثم من D عندما تنتهي S لاحظ التوزيع الإلكتروني للفناديوم plus 2 أرجون 18 3 D3 ثم تصبح أرجون 18 3 D2 ثم تصبح أرجون 18 3 D1 ثم يصبح التوزيع أرجون 18 لـ V plus 5 أيها أكثر استقرار طبعا للحديث عن الأكثر استقرار هنا سوف نتحدث عن الفناديوم موجة الخمسة أكثر استقرار وهو السبب إذن هذا أكثر استقرار لماذا؟ لأنه يشبه الغاز النبيل في توزيعه الكروم الذي يملك عدد تأكسد 24 عند كتابة التوزيع الإلكتروني لعنص الكروم أرجون 18 4 4 S 2 3 D 4 ولكن هنا لنكتب توزيع هوند لاحظ الأسفر S يحتوي على إلكترونين و D يحتوي أربعة ووزع الأفلاق حسب قاعدة هوند يبقى فلك أو غرفة في D بدون إلكترونات والباقي يحتوي على إلكترون حتى تكون أكثر استقرار لابد أن تنتمي D أن تحتوي على D5 فيصبح أكثر استقرار فيأخذ إلكترون لاحظ يأخذ إلكترون من S يصبح عنده هوند هذه تصبح 5 فيصبح أكثر استقرار ويذهب هذا الإلكترون إلى D إذن بشكل عام لماذا؟ لأن D5 توزيعه يصبح نصف ممتلئ فيكون أكثر استقرار الآن لتحديد الدورة والمجموعة نقوم بالتالي إذن الدورة لهذا العنصر هي كما نلاحظ أعلى رقم أمام الأس نقول الدورة الرابعة والمجموعة والمجموعة هنا تكون المجموعة السادسة بي عدد الإلكترونات في المدارة لماذا بي؟ لأنها انتهت بي ممتازة لأنه لاحظنا سوف يفقد جميع الإلكترونات في دي لأنها ممفردة وتحتاج إلى تكوير روابط إلكترون إلكترونين ثلاث أربعة خمسة وهنا في واحد ست إلكترونات إذن له ست حالات تأكسب لاحظ سي آر موجب واحد سي آر موجب اثنين سي آر موجب ثلاث سي آر موجب أربعة سي آر موجب خمسة سي آر موجب ستة إذن يمتلك ست حالات تأكسب الآن إذا فقد إلكترون واحد يصبح توزيعه بهذا الشكل لاحظ عندي آر موجب ثمنتاش ثري دي فايف أيضا هنا يصبح آر موجب ثمنتاش ثري دي فور آر موجب ثمنتاش ثري دي ثري آر موجب ثمنتاش ثري دي تو آر موجب ثمنتاش ثري دي ون وأخيرا يحتوي على آر موجب ثمنتاش إذن نلاحظ هنا أيها أكثر استقرار هنا تحتوي على حالتين تأكسب مستقرار أول حالة سي آر موجب واحد والحالة الثانية سي آر موجب ستة لماذا سي آر موجب واحد أكثر استقرار لأنها نصف دي فايف نصف ممتلئ عندما يكون نصف ممتلئ تكون أكثر استقرار أما سي آر موجب ستة فهو المدار الأخير يشبه الغاس النبيل فهو ممتلئ إذن أكثر استقرار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر